اشتركوا في القناة نبدأ ببعض أخبار المنتخب قبل المرور لأخبار المحترفين حيث وصل المنتخب الوطني تحضيراته للقاءات بوليفيا وجنوب إفريقيا الودية تحضيرات سهرة أمس عرفت حضور 31 لاعب لاعب وحيد فقط غاب عن المجموعة والمعنى هو لاعب روما الإيطالي حسام عوار مصادر مقربة من الفاف قالت أن السبب يعود لمعاناة عوار من زكام حاد وعدم قدرته على السفر للجزائر ودخول التربص ولا يعلم لغاية اليوم إذا كان عوار سيلتحق بتربص الخضر أم لا ولو أن ضيق الوقت قد يدفعه لتضيع التربص بشكل نهائي اللقاء المقبل للمنتخب سيقام يوم الثلاثة والمنتخب لن يملك سوى ثلاث أيام للتحضير وفي حال تواصل معرض عوار ليوم أو ليومين آخرين فإن حضوره وقتها سيكون مستحيل وأشرت في عدد أمس بحسب كثير من المصادر لغياب محتمل للاعب نيس هشام بودوي بسبب معانته من إصابة في الركبة لكن الحقيقة أن هشام تواجد في تدريبة الخضر أمس وكان حاضر في حصة سهرات الثلاثة بودوي حاضر رغم أنه لم يكن جاهز ولا يعلم إن كان سيحضر اللقاءين والسبب أن بيتكوفيتش أصر على قدومه للتقرب منه والتعرف عليه الحديث عن حضور بودوي لتربص الخضر يدفع الجميع للتساؤل عن السر وراء تواجد زرغان والذي قيل أنه معوض لبودوي بداية الأمور لغاية الآن مبهمة غير واضحة ولكن وبما أن عوار هو اللاعب الوحيد الذي لم ينتحق لغاية اليوم فإن زرغان ربما يكون قد عوضه في المجموعة وعوار لن يحضر لكن وكما أشرت كل شيء مبهم وكل شيء جائز إلى ذلك قالت مصادر مقربة من الفاف أيضا أن حضور زرغان لم يكن مقرر لأن الناخب الوطني قرر الصداء لاعب كورتري عبد القهار قادري لكن وبحسب نفس المصادر إدارة كورتري أبلغت الفاف أن قادري مصاب بكورونا ولن يكون قادرا على الاتحاق بتربص الخضر ولذلك فضل المدارب بيتكوفيتش التوجه للاعب مثل زرغان والذي ينشط تقريبا في نفس مركزهم كل ما سبق من أحداث كان من الممكن أن تعنن عنها الفاف في بيان الرسمي سواء غياب عوار أو حضور زرغان أو إصابة قادري بكورونا لكنهم لم يفعلوا وهو ما يكرس كما أشرت في عدد أمس التعتيم الإعلامي سواء كان بعمد أو بتهاون المهم أن المعلومة لازلت لا تصل المناصر الجزائري البسيطة بخصوص أخبار الحصة التدريبية فقد عرفت عملا متفوتا لكثير من اللاعبين فمنهم من شارك بانتظام ومنهم من شارك جزئيا ومنهم من لم يشارك الدولي الجزائري ولعب ليون سعيد بالرحمة اكتفى بحصة ركذ قبل العمل في قاعد تقوية العضلات بشكل خفيف ومنفصل بالرحمة وبحسب الموقع الرسمي للفاق مصاب ولم يتعافى بعد ولا يعلم إن كان سيشارك في اللقاءين الوديين أم لا مبدئيا غياب بالرحمة عن لقاء الجمعة ضد بوليفيا أكثر من أكيد فيما تبقى مشاركته في لقاء جنوب إفريقيا يوم الثلاثة محل شك ولو أن الناخب الوطني لن يغامر به في حال لم يتأكد من تعافيه نهائيا وإذا كان بالرحمة قد غاب بشكل كامل فإن الثلاثي بنصر بودوي وعطال عملوا بشكل جزئي في قائعة تقوية العضلات بودوي وضعه واضح وهو يعاني من إصابة على مستوى الركبة وهو في طور التعافي بخصوص عطال وبنصر لم يشير الموقع الرسمي للفاف لسبب غيابهما وهل هو معاناتهما من إصابة أو فقط من إجهاد بدني خاصة عطال المعروف عنه وضعه البدني المتراجع كل شيء سيتضح في اليوم المقبل الخميس وهو اليوم الأخير قبل لقاء بوليفيا وسيتضح معه إمكانية ظهور الثنائي أم لا ولو أن بيتكوفيتش قد يفضل إبعادهما لأن اللقاء الأهم هو اللقاء الثاني ضد جنوب إفريقيا منتصف الأسبوع المقبل كشفت بعض المصادر من داخل منتخب الوطني أيضا أن الفاف تلقت مراسلة من طرف إدارة الاتحاد العاصمة من أجل تأخير دخول لاعبي الفريق زندين بالعيد والحارس بومبوت أو على الأقل تسريحهما صهرت أمس من أجل لعب لقاء الوفاق الذي أقم صهرت أمس التنظام الطلب وكما هو معروف رفض واللاعبان لم يغادر التربص بيتكوفيتش يكون قد رفض تسريح التنائي لأن الوقت ليس مناسب لذلك وهو ما لديه دلالة ربما على أهمية اللاعبين في خططه على الأقل للنقاء الأول وما لديه دلالة ربما أيضا على عدم مرونة بيتكوفيتش في مثل هذه المسائل إلى أخبار المحترفين الآن حيث كشفت في عدد سابق عن رغبة الفاف في إغراء لاعب منتخب إسبانيا الشاب ينيس صنهاجي من أجل اللعب للجزائر وترك إسبانيا صحيفة أصل مادريدي الشهيرة وفي عددها اليوم الأربعة صلتت الضوء على الأمر أيضا ووصفته بالخطير وقالت أن التضييس صنهاجي سيكون خسارة كبيرة جدا للمنتقب الإسباني آس لم تتوقف هنا بل حذرت أيضا من نزيف المواهب وقالت أنه بعد إبراهيم دياز الذي اختار المغرب كثير من اللاعبين ربما يغيرون توجهاتهم وبالفعل هناك لاعبين من المنتقب الإسباني للشباب قرر ترك إسبانيا في الفطرة المقبلة واللعب للمغرب ونجاح الجزائر في خطف صنهاجي لن يكون أبدا بالمفاجأة إن حدث ولا تتعامل الاتحادية الإسبانية بحزن مع المواهب الشابة كما تفعل الاتحادية الفرنسية مثلا والتي تطوقهم وتحميهم من إغراءات الاتحادية الإفريقية للاتحادات الإفريقية اتحادات بلدانهم الأصلية لكن آس ومعها كثير من الصحف ترى أن الأمر يجب أن يحدث والصنهاجي ربما سيكون أول لاعب ستدم حمايته من إغراءات بلده الأصلي نشر موقع سوفا سكور العالمي بنسخته العربية بعض الإحصائية عن اللاعبين العرب كان من بينها هذه الإحصائية عن نجم هجوم المنتخب الوطني وناديران الفرنسي أمين غويري وكما تشاهدون تمكن غويري من طرق بصمة في آخر أربع لقاءات لفريقه بوقع هدفين وتمرينتين حسيمتين وهو ما يؤكد أنه في فورما ممتازة جدا هذه الأيام غويري الذي لم يترك أي بصمة مع المدرب السابق جمال بالماضي بالرغم من الثقة التي منحه إياها وإشراكه أساسيا في كل لقاءات الأولى له مطالب الآن بتأكيد معدنه وحجز مكان مع الخضر من البداية لأن عدم تسجيله لأي هدف في التربص الحالي سيدخله عفواً مرحلة الشك وهو أمر لن يكون لا في صالحه ولا في صالح المنتخب الوطني أيضاً نزل ليوناراقون حارس ناديروان من القسم الثالث الفرنسي ضيفاً على قناة RMC صهرت أمس الثلاثان أين أدل بتصريحات جد مطولة عن فريقه وتاريخه وأمور كثيرة أخرى المميز في تصريحة ليوناراقون أنه كشف عن أصوله الجزائرية وأنه يتمنى أن يلعب يوماً مع المتخب الوطني وينال ثقة مدربه من أجل توجيه الدعوة له ليوناراقون قال أنه يعرف أن الأمر حالياً صعب لأنه ربما يلعب في قسم الثالث والأمر ربما لن يكون مشجعاً من أجل استدعائه لكن مستقبلاً الأمر يبقى مشروع جداً وسيعمل على تقديم كل ما لديه لأجل إقناع الناخب الوطني بمنحه فرصة الظهور علّه يقدم المستوى الذي يتيح له البقاء مع المنتخب حارس رون قال يعلم جيداً أن فرصته مع المنتخب ستأتي في حال لعب في قسم أعلى من القسم الثالث ففي تصريحاته ليارامسي قال أنه سيحاول استغلال انفجاره هذا الموسم وتقديمه لمستوى كبير خاصة في مسابقة الكأس من أجل إقناع الأنديل بضمه ووقتها ربما سيكون متاحاً له اللاعب مع المنتخب لأن الحارس الأساسي للمنتخب حالياً يلعب أصلاً في الليك دو للإشارة عقون يبلغ من العمر 26 سنة هو خريج مدرسة باريسان جارما ويبلغ طوله 1.86 سنتيمتر يقال أنه يملك مستوى كبير لكنه مستوى تأخر كثيراً في إبرازه بسبب خياراته فمنذ خروجه من باريسان جارما قبل سبع سنوات لعب في ست أندية كاملة وهو عدد كبير كان آخر هارو الذي انتقل إليه هذا الموسم بعد إصابة ما لا يقل عن خمس لاعبين من لاعبه الهجوم وبعد أن تكلمت صحيفة ميليونيو المقربة من الوربز أن المدرب النادي سيقوم بتحويل لاعبه الجزائري رايان أيتنوري لمهاجم وبعد أن تمكن أيتنوري فعلاً من إثبات نفسه في الهجوم وسجل هدفين في آخر لقائين إلا أن ذلك لا يبدو أنه قد يقنع المدرب جاري أونيل بتحويل رايان لمهاجم أونيل وفي تصريحات نقلت صحيفة الإكسبرس البريطانية اليوم الأربياء أثنى على قدرات أيتنوري الهجومية كثيراً لكنه شدد على أنه لا يراه مهاجماً من هنا ولنهاية الموسم كما يطالب الجميع وربما تكون أدواره في الدفاع والصناعة أهم بكثير من أدواره في التسجيل على أن يبحث عن حلول أخرى من داخل الفريق أونيل أكد في مقابل ذلك أن رايان أيتنوري يملك مستقبلاً كبيراً كلاعب لكنه رفض التطرق لمستقبله مع الفريق ورحيله الممكن خاصة مع الأخبار التي لا تتوقف عن رغبة كبار الأندية في إنجلترا في صورة اليونيتد، ليبربول، أرسونار وحتى تشلسي في ضماح نعود للإحصائيات لكن للدور السعودي حيث نشر حساب دوري روشن السعودي اليوم الأربعة بعض الإحصائيات مستغلاً فترة التوقف الدولي الإحصائية التي تهمنا كانت عن اللاعب الأكثر مراوغة وكما تشاهدون القائمة تصدرها الفنان الجزائري أمير سعيود دوري روشن كما تشاهدون أيضاً وضع عنواناً للتغريدة بسعيود الأمهر مع تسجيل غياب محرز عن القائمة سعيود لاعب فنان والكل يشهد له بذلك لكنه ولغاية الآن لم ينال الفرصة ولا يبدو أنه سينالها مع المنتخب فرغم أن الناخب الوطني الجديد ومن معه وضعوا قائمة من 31 إسماً إلا أنه لم يكن فيها سعيود برغم ذلك وبرغم تقدمه في السن تدريجياً إلا أنه لن يفقد الأمل وسيواصل انتظار الفرصة عنها تأتيه من أجل البرغنة على قدراته وما يملكه من مستوى بعد أيام قليلة من حديث بعض المصادر الألمانية عن استمرار رامي بن سبعيني مع بوريسيا دورتموند للعام المقبل وثقة الإدارة والمدرب فيه وحتى رغبة اللاعب نفسه في البقاء والقتال فجأتنا صحيفة دارويستن الألمانية المقربة من أندية الرهر بأخبار تفيد بأن المدير الرياضي سيباستين كيل ليس متمسك بابن سبعيني بل على النقيض سيرمي بكل ثقله لبيعه السبب بحسب نفس المصادر رغبة إدارة بوريسيا دورتموند في تأمين 35 مليون أورو الموجودة في عقد إعارة الهولنديية ماتسن الكل في بوريسيا بحسب نفس المصدر مقتنعون بماتسن وسيقاتلون لإبقائه لذلك هم بحاجة لبيع بعض اللاعب لتأمين هذه القيمة وليس أحسن من بيع بن سبعيني الذي يلعب في نفس مركزه كما هو معلوم قيمة بن سبعيني ليست كبيرة وتراوح العشرة ملايين أورو فقط لذلك فإن الرغبة في بيعه لأجل الأموال يبدو سبب غير مقنع إدارة بوريسيا وإلى جانب ماتسن الموسم المقبل ستعيد الظاهر المعار توم روث ووقتها لن يملك بن سبعيني مكانا حتى في الدكة ويبدو أن هذا السبب يبدو أقوى على العموم وبحسب الصحفة الألمانية بن سبعيني لن يبقى لأنه فقد ثقة مدربه به أيا كانت الأسباب المصاحبة الأخرى إلى هنا يكون عددنا لنهر اليوم قد انتهى نلتقي إن شاء الله غدا السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة